لحظة تاريخية استراتيجية حيث يحل العيد الوطني الثاني والثلاثون للوحدة اليمنية مع أول خطوة تأسيسية على طريق الدولة الاتحادية فمن عدن حيث ارتفع عالم الوحدة في الثاني والعشرين من مايو الف وتسعمائة وتسعون يبدو مجلس القيادة الرئاسي التجسيد الأكثر واقعية على ديناميكية الحدث الوحدوي وقدرته على الاستمرار والتجدد مرت سنون طويلة ورغم اضطراب حركتها على مسارات متغيرات سياسية وأحداث عسكرية متسارعة إلا أنها أوصلت اليمنيين جميعا إلى يقين التماسك الوطني على أرض صلبة وغير متفككة ولعل هذا اليقين هو ما يجسد وعيا مصيريا لدى المجموع اليمني تآزر عبر التعلم بالتجربة والخطأ وصولا إلى إدراك من أين يأتي الخطر ومعرفة عدو الجميع تعزز هذا اليقين بحقيقة أن ميليشيات الحوثي خطر يتهدد اليمنيين كافة ويستفرد بكل طرف على حدة كي لا يستثني أحد وهذا الوعي المثبت في معرفة ما هي العدو الواحد للجميع وإدراك الجميع أن المصير اليمني واحد لا يتجزى هو ما قد يكون ماثلا مبدئيا على تحقيق التوافق الرئاسي وخطة الاندماج العسكري وهو ما يعكس أيضا حقيقة أن ذوي المشاريع المضادة للجغرافية الوطنية الواحدة ولحمة النسيج الاجتماعي اليمني باتوا أخفة صوتا كلما رأوا مؤشرات فعلية على إنجاز دولة اتحادية وحضور فعلي لكافة سلطات الشرعية على الأرض الوطنية ولذلك فمجلس القيادة الرئاسي والحكومة إنما يعززان من حضورهم في العاصمة المؤقتة عدن في تأصيل قيمة المنجز الوحدوي مع الإشارة إلى ضرورة تحديث الحدث التاريخي والارتقاء به عمليا إلى مصف اليمن الاتحادي المرتجى ترجمة نانسي قنقر